وولستريت جورنال تكشف أن العقوبات الأوروبية ستطال وزير الدفاع الروسي ولندن تعلن دعم كيهيف بأسلحة دفاعية فتاك بعد أنباء عن قرب التوصل لاتفاق نووي إيران تناور مجددا وتؤكد عدم تجاوز خطوطها الحمراء بعد خسائرها البشرية الكبيرة في الجبهات ميليشيا الحوثي تشن حملة لتجنيد قيادات وموظفين للدول أهلا بكم إلى هاتين الساعتين وكالعادة سنخصص الساعة الثانية بشكل كامل لمتابعة الشأن اليمني لكن دعونا نبدأ هذه الساعة بما أعلنته روسيا اليوم أنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها مشيرة إلى أن هذا الرد لن يكون بالمثل إلا أنه سيكون قويا ومؤلما لواشنطن بحسب بيان الخارجية الروسية من جهتها نقلت صحيفة والستريت جورنال عن دبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وعلى وكالة بحوث الإنترنت الروسية التي كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت عليها عقوبات بعد اتهامها بإثارة الانقسام خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وأوضحت الصحيفة أن قائمة العقوبات التي يفترض أن يسري مفعولها خلال اليوم الأربعاء تعد جزءا من موجة قيود تبناها الاتحاد الأوروبي العقوبات الأوروبية ستشمل هيئات روسية وشخصيات تشريعية روسية بارزة إضافة إلى حضر شراء وتداول أصول روسية حديثة وتجميد أصول لثلاثة مصارف روسية واستبعادها من الأسواق الأوروبية كما سيفرض حضر على الواردات من الإقليمين الانفصاليين والصادرات إليهما ولم يعرف ما إذا كانت العقوبات الأوروبية بحق 22 شخصية روسية ستشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أن مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي لم يستبعد فرض حضر سفر وتجميد أصول على بوتين إذا ما جددت روسيا عدوانها على أوكرانيا من بروكسل ينضم إلينا مراسل الحدث هناك نور الدين الفريدي نور الدين أهلا بيك نور الدين في البداية الموقف الأوروبي إلى أي حد يمكن من رصدك ومتابعتك أنه متوافق ومتحد في مسألة العقوبات أم متفاوت يعني من ينظر للألمان والبريطانيين مثلا تجد أنه ثمت اختلاف رغم أن بريطانيا بعيدة عن التحاد الأوروبي لكن إلى أي حد ثمت تنسيق في الملف الأوكراني أهلا محمود حتى الساعة يمكن القول من دون أي مجازفة من أن الوحدة الأوروبية متوفرة وصلبة فيما يتعلق بهذه الحزمة هذه الحزمة من العقوبات الأولى وهي دفعة أولى من العقوبات ربما ستليها حزمات أخرى من العقوبات ولكن وفق تطور الوضع في الميدان وفق تطور وتحركات القوات الروسية ولكن حول مسألة وحدة الصف الأوروبي حول هذه الحزمة نعم الاتحاد الأوروبي موحد حول العقوبات التي تم الاتفاق عليها يوم أمس وقانوني انتهت للإجراءات القانونية وننتظر بين ساعة وأخرى أن تنشر في الجريدة الرسمية الأوروبية وبالتالي تدخل حيز التنفيذ ربما طبعا في التحضير لهذه العقوبات هناك مواقف متباينة نتيجة الثقافات نتيجة الأسباب التاريخية نتيجة المصالح الاقتصادية الكبيرة جدا والمصالح الجيوسياسية مثلا مبادرة ألمانيا عندما أعلنت يوم أمس عن تعليقها مسار المصادقة على أنبوبي سيل الغاز الثنين ليس بالقرار السهل بالنسبة لألمانيا لأن ألمانيا دفعت الكثير المؤسسات الألمانية استثمرت عشرة مليار يورو مع غاز بروم لهذا الغاز الذي امتد وأنجز على أكثر من 1230 كم في البحر ولكن اضطر المستشار نتيجة طبعا ضغوط من جانبي ربما بعض الأوساط في ألمانيا ولكن بالأساس هي الضغوط من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ولكن في النهاية نظمت ألمانيا لدول الأوروبية الأخرى نور أنوه فقط للصورة التي على شاشتنا الآن نحن هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش جلسة خاصة لأوكرانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا ستبدأ هذه الجلسة بعد قليل لكن هذه الأجواء التي تسبق حضور القادة والزعماء الذين سيناقشون الأزمة الأوكرانية ونحن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مش المجلس الأمن كالعادة في هذه الأمور وربما يكون هناك جديد في هذا الأمر نور دين أعود إليك مرة أخرى في هذه النقطة وهو طيب ما إحنا وأنت كصحفيين عاصرنا ضم جزيرة القرم في 2014 وعاصرنا الموقف الأوروبي وعاصرنا ما قاله الأوروبيون من رفض وفرض عقوبات وما فعلته حتى الأمم المتحدة في 2014 التي رفضت الضم و2016 بعدها بسنتين تفتكر هل ثمت جديد ربما يكون في هذه المرة أم أنها مجرد مواقف الجديد أستاذ محمود في أن في هذه الدفع من العقوبات نعم حكومة روسيا والدولة الروسية ستحرم من الوصول إلى أسواق المال وجمع الأموال أو رفع الأموال مثل ما يقال في العبارات القصدية نعم والاستدانة من الأسواق المال الأوروبية سنرى تأثير ذلك على السياسات الروسية في مجالات عدة نعم هذا عنصر جديد مهم جدا بالنسبة للحزمة التي صدرت منذ العام 2014 وصلت القائمة إلى 193 مسؤولا روسيا ومن شبه جزيرة القرم وأكثر من 40 كيانا اقتصاديا حرمت دعنا نقول من السوق الأوروبية نعم لكن تأثيرها ظل محدودا بالنسبة لروسيا الآن يجب أن ننتظر بعض الوقت حتى نرى تأثير هذه العقوبات الأوروبية وحرمان روسيا من الاستفادة من أسواق المال الأوروبية ويجب أن نضيف إلى الأسواق المال الأوروبية أيضا السوق المالية البريطانية والأسواق الأمريكية لأن هذه العقوبات هي منسقة مع بريطانيا مع كندا والولايات المتحدة وكذلك كوريا وكوريا الجنوبية واليابان وبالتالي نعم يعني يمكن أن نتوقع أن هذه العقوبة بالذات سيكون لها تأثير كبير وإذا لم يتوقف الرئيس بوتين في تحركات القوات الروسية ودخلت أوكرانيا العقوبات ستكون أكثر بكثير من ما وصلته اليوم وآن ذاك ربما ليس فقط تعزل روسيا على الصعيد الدبلوماسي والعالمي وأنما ربما أواصر روسيا ونظام المصرفي تقطع تماما مع النظام المصرفي العالمي وأيضا شبكات الطاقة نور اسمح لي والمشاهد الكريم أيضا ننتقل إلى هذه الجلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان أوكرانيا وأزمتها وأنطونيو بوتيرا يتحدث الآن ما يسمى إعلان العلاقات الصديقة كان قد تم تبنيه في احتفاليات الـ 21 سنة على الأمم المتحدة وقد تم تبنيه في المحكمة الدولية وهو يضع مبادئ أساسية مرتبطة بموضوع اليوم وخاصة أن أشير إلى حق المساواة بين الدول في السيادة وبالتالي هذه مسألة مهمة للدول وهناك قرارات أخرى بعد تدعم الاستقلال السياسي والسيادي للدول ضمن حدودها المعترف بها دوليا سيد الرئيس إن اتفاقيات مينسك التي تم موافق عليها بمجلس الأمن وبدعم قوي منذ البداية يبدو أنها دخلت في مرحلة الإنعاش بسبب الأجهزة الحيوية والآن يبدو أنه تم فصلها عنها وبالتالي لحماية نزاهة تعاون لحفظ النظام الذي يتم فقط بالتشاور مع الدول المضيفة سيد الرئيس نحن في حاجة الماسة لنزع فتيل التوتر وبالتالي لا نريد هذا الوضع الخطير أن يحل محل السلام يجب أن نعود إلى الحوار والمفاوضات لننقذ شعب أوكرانيا ودول الأخرى أيضا من اندلاع الحرب وبالتالي لا بد من تسوية لهذه النزاعات سيد الرئيس إن النظام في الأمم المتحدة يواصل دعمه للشعب الأوكراني ضمن حقوق الإنسان والعمل الإنساني وبعثت حماية حقوق الإنسان في كل الطرفين تسجل كثير من الضحايا وقيود على الحركة وانتهاكات لحقوق الإنسان إن عملياتنا الإنسانية بغض النظر عن من يتحكم بالحدود إلا أن هناك من يغادرون 2 مليون كانوا بحاجة لمساعدة الإنسانية ومنذ بداية 2021 سمحنا لكثير من الشركة لإصال المساعدات وهنا مرة ثانية أعمالنا فقط مبنية على المبادئ الإنسانية المدعومة بقرارات مجلس الأمن وأيضا لدينا أربع مبادئ الحيادية وعدم التمييز والاستقلال والإنسانية وهذه أولويات مهمة جدا لحماية السكان وخاصة في سياق النزاعات المسلحة إن الجمعية الأممية أكدت مرارا على أهمية تعزيز هذه المبادئ ونشرها في ظل الأعمال الإنسانية مؤسساتنا الإنسانية تواصل إصالة خدماتها لشعب أوكرانيا وهي مستعدة لتحديد الأولويات وإعادة النظر في الأولويات كلما تنطلب الأمر وعادة المدنيين وخاصة النساء والأطفال هم الأكثر معاناة بالأرواح وبالتالي علينا أن نرى أن نرى الحاجة ولا نريد أن تستمر هذه الأزمة ومؤسسات الإنسانية وخاصة في المناطق غير الحكومية في شرق أوكرانيا وكل الأطراف يجب أن تلتزم بالقوانين الإنسانية الدولية سيد الرئيس إلتزام لدعم كل الجهود من أجل حل هذه الأزمة بدون صفك دماء مهامي وصلاحياتي ومكتبنا أيضا في ظل أو تحت خدمتكم كي نسعى لهذا الحل السلمي شكرا كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيرس الأهم في هذه الكلمة هو التذكير باتفاق مانسك الذي وقع في فبراير عام 2015 في رباعية ما بين روسيا وأوكرانيا بطرفين متنازعين وبين فرنسا وألمانيا الجديد في الكلمة أنه قال أن هذا الاتفاق دخل الإنعاش في حالة موات وهو يريد الحياة مرة أخرى الرئيس الأوكراني الآن يتوجه لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة كل إمتنان لهذه القيادة في صناعة السياسات وأرحب بكل الممثلي المندوبين هنا في المجلس الأمن شعارك الذي بدأت به وهو الأمل في هذا المجلس هو ما يشارك به شعب أوكرانيا الأمل بالسلام والأمل بالعقلانية لكي تسود والأمل بالديبلوماسية لتخفف التوتر إلا أننا اليوم بحاجة لأكثر من مجرد أمل نحن بحاجة لعمل سريع وملموس على الأرض النوع جديد من العمل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي متصلة بمستوى التهديد الذي نواجهه كله كله نعم بسبب الأعمال العدائية لروسيا هذه مع الشركاء والمجتمع الدولي نحن الآن في مفترق طورق حساس في تاريخ العالم وأعمالنا هي التي ستتدرس من مستقبل على مدى عقود القادمة كلنا نقرأ التاريخ وكلنا شاهدنا أفلام عن أخطاء الرؤساء منذ عام 2014 وحتى وقت حاضر حول هزيمة أجدادنا وكيف كانت الصراعات فيجب أن ننتبه كلنا بأننا يجب أن لا نكرر الأخطاء الماضي أنني أؤمن حقا بالحرية الحرية وأننا قادرين على أن نحول دون هذه الكارثة في أوروبا لذلك أنتحدث إليكم اليوم أمام أربعين مليون أوكراني يأملون فقط أن يعيش بسلام وازدهار وليس بخوف وتهديد وليس تحت وقع الرصاص الروسي وقضاء فيه وقصفه نحن نواجه أكبر أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية التالية في أوروبا هذه الأزمة بسبب طرف واحد من جانب واحد وهو الاتحاد الروسي اتهامات روسيا لأوكرانيا غريبة وساخرة فلم نقم بمهاجبة أحد كأوكرانيا ولا نقرر أو نفكر بمثل هذه الأعمال بل أوكرانيا لم تخطط ولا تخطط لأي اعتداء عسكري في منطقة دونبس ولا بعد التحريض ولا قبله فلا يمكن أن نكون قد حضرنا لهذا الأمر وانتظرنا لأشهر حتى تتمكن روسيا من جمع وحشد قواتها على حدودنا هذه المسألة تدعونا لتطبيق المنطق وليس مجرد هذه الطريقة وبالتالي الطريق الوحيد أو الأمر الوحيد الذي أود أن أركز عليه وهو أننا نعمل على تزيز دفاعاتنا بسبب الأعمال العدائية العسكرية لروسيا فتصريحات روسيا وأعمالها مخيفة ومرعبة وتهدد ليس مجرد أوكرانيا بل أكثر وفي الواقع في خطابه هذا الأسبوع الرئيس الروسي فلادمير بوتين أنكر حق أوكرانيا بالباب وجود وأي أحد يفكر بأنني أبالغ كوزير خارجية أوكرانية فعليه أن يسمع ذلك الخطاب وبقلب نثقل علينا أن نعترف بالواقع القاتم لهذه القوة التي بدأت تضغى مرة جديدة على أوروبا إن هذا الوقت الذي نرى فيه مناطق محتلة من أوكرانيا إلا أننا نرى في واقع جديد وأوجدته اعتراف روسيا بمنطقتين أخذتهما عنوة من أوكرانيا وقد هاجمت روسيا الأساسيات الدولية للسلام والأمن أعبدت الأمم المتحدة وكما ذكرت فهي ما تشكل وجود أوكرانيا كدولة وهي دولة من مؤسسي الأمم المتحدة فنحن وقعنا في 45 تأسيس الأمم المتحدة وكنا جزء من هذا الكيان وهي دولة طوعا تخلت عن ترسانتها النووية ودولة تحملت لسنوات اعتداءات من دولة واحدة وهي دولة عضو دائم في الأمم المتحدة وفي 21 فبراير ومناطق دونس وليجيسك من أوكرانيا قامت روسيا بمهاجمتهم وضميهم هذا هجوم مباشر على الأمم المتحدة وعلى مبادئ الأساسية القانون الدولي وضرب قادية لعملية السلام التي امتدت لسنوات وكذلك الانسحاب من اتفاقيات المنسك ما يحدث في شرقي أوكرانيا الآن ومع دخول الدبابات الروسية والقوات والجيش التي تتجمع بأعداد مهولة هذا يجب أن يكون مصدر قلق للجميع لكم جميعا أدعو كل دولة في هذه القاعة وأحذر أنه ما من أحد يمكن أن يتحمل هذه الأزمة إن قرر الرئيس بوتين أن يمضي باعتدائه على أوكرانيا حكوماتكم وشعوبكم ستواجه تبعات مؤلمة إلى جانب شعبنا وحكومتنا لهذا نحن بحاجة لأن نستفيد هذه الفرصة الأخيرة ونوقف روسيا عندما وصلت إليه من الواضح أن الرئيس بوتين لن يتوقف بمفرده بل الممتوبين الأعزاء إن بدء حرب موسعة في أوكرانيا ستنهي النظام العالمي الذي نعرفه الآن فإن لم تحصل روسيا على رد حاسم وسريع هذا يعني أن هناك إفلاس في المؤسسات الدولية والنظام الدولي المسؤول عن النظام الأمني العالمي هذا سيناريو قاتم يأخذنا إلى الأيام السوداء في القرن العشرين روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا فإن كان عضو دائم في المجلس الأمن ينجح في انتهاك كل القواعد والقوانين فإن هناك أطراف أخرى ستحدو حضوه ما تقوم به روسيا وهو إثبات أن الأمم المتحدة ضعيفة غير حاسمة وغير قادرة على الدفاع عن مبادئها أن القوانين لا تنطبق على روسيا وعلى بوتين فأي دور للأمم المتحدة تراه روسيا في هذه في هذا التجمع الدولي أنا تخرجت في قانون دولي من الجامعة وبإيمان كبير في التعددية ولسنوات طويلة بعد ممارسة دبلوماسية ما زلت أؤمن بكل شيء وأن احتواء الاعتداء وهذا يتطلب إجراءات سريعة الأمم المتحدة إن كانت تريد أن تكون قوية ولا تخشى الإجراءات صعبة فإنني كل ثقة بأن روسيا ستتوقف في هذا السياق أرحب بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة يوم أمس الذي اختلف في نبرته نحن بحاجة لإجراءات حاسمة لنتبع هذه الأقوال بأعمال روسيا تعدى لأن تقوم بهذا الاعتداء ونحن أمامنا وقت قصير لتوقف الردع والاحتواء هذه مسألة رئيسية وكل هذا يهدد ليس الجيش بل المدليين من النساء وأطفال هذا التصعيد ويتفاق فيه التهديد لأمننا وحريتنا أوكرانيا تتوقع إجراءات سريعة وحاسمة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة هي التي تطلب مننا اتخاذ خطوات لوقف الأعمال الروسية دون أن يكون هناك دمار ومعاناة وقتل لا أريد هذا فأوكرانيا لا تريد ذلك أيضا العالم لا يريد ذلك نحن بحاجة لمساعدتكم الآن لوقف روسيا عن الاستمرار في هذا العدوان الذي تخطط له أوكرانيا تؤمن بالدبلوماسية وليس أمامنا بديل سوى الوسائل الدبلوماسية والسياسية ما زالت هناك فرصة للدبلوماسية لأن تكون غلمتها حتى وإن استمرت روسيا بتصعيدها واستفزازها وحاولت روسيا جمع المزيد من الجنود على حدودنا والآن 150 ألف أصبح أعدادهم وفي ذلك الاتفاقيات المعروفة فإن هذا يتطلب توضيحا إلا أن روسيا رفضت أي توضيح بل واصلت بتقديم وتوجيه المزيد من التهديد والسياس 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 وستة وأربعين بارجة عسكرية موجودة بالبحر الأسود والمناطق المجاورة وتجري مناورات عسكرية وتعمل على تهديد ريات الملاحة وهي واحدة من القواعد الأساسية للقانون الدولي وتحاول أن توجد مبررا لحرب على أوكرانيا نحن نرفض كل الإشارة من روسيا على أن أوكرانيا تقوم بأي عمل عدائي من دونبس ونحن لا نخطط ولا ننوي قيام بمثل هذه الأعمال بل ملتزمين بالعمل الدبلوماسي وتقليل التوتر والمحافظة على الوضع بما ينسجم مع الحوار الدبلوماسي حتى الآن نرى أن قوات الاحتلال الروسي ازدادت وزادت قصفها للمناطق الأوكرانية والبنى التحتية في المناطق الاتصال في دونبس من المناطق المحتلة تصل وصلت إطلاق النار وصل إلى حضانة أطفال ومدرسة في بروفنبا وكثير من الأمثلة البشعة إن الاحتراف بالجمهوريات يؤكد تورط روسيا في العمل العسكري في دونبس الذي أنكرته روسيا على مدى هذه السنوات الوضع في دونبس المحتلة كان سيء على مدى سنوات والشعب يعيش بغياب الأمن وبخوف وهناك سجن في إزولاتيا ليس فيه إمكانية إدخال فرق مراقبة حقوق الإنسان ما زالت هي مراكز اعتقال في أوروبا في القرن العشر واحد والعشرين هناك المئات الذين مروا وتعرضوا للتعذيب والإهانة والقتل أيضا في ذلك السجن تواصل روسيا وقف إطلاق النار المعتقلين وفي سبتمبر قامت سلمنا قائمة بأسماء مواطنين أكرانيين من دونبس والقرم الذين اعتقلوا على يد الاتحاد الروسي ونؤكد دعوتنا للأمين العام لأن يمارس صحة صلاحياته وأن يؤثر إطلاق صراحي هؤلاء وأنا أقدر استعداد الأمين العام للقيام بذلك سيد الرئيس اليوم أوكرانيا تدافع ليس عن الأمن العالمي بل الحرية والمبادئ الأساسية القانون الدولي والحياة السلمية ومستقبل الملايين في أوروبا وحول العالم يعتمد على المبادئ التي تحاول روسيا أن تدمرها لابد من سيادة القانون الدولي ووقف الإعداء الروسي منذ 2014 كان هناك 11 قرارا من مجلس الأمن لتأكيد سيادة أوكرانيا وإنهاء روسيا لإحتلالها لمناطق من أوكرانيا إلا أن وهناك إدعاء الروسي بأن قضية القرى مغلقة وانتهت لكنها مسألة متواصلة ومنذ 2014 ستين ألف اضطروا لمغادرة أوكرانيا وتمييز وتعرض للتعذيب والإساءة بسبب الأسباب الهرقية ويبدو أن هناك أسباب كثيرة سيد ناريمان جلالف وهو رئيس مجلس الشعب في القرم ما زال مسجونا وهو واحد من أكثر من مئة معتقل سياسي في القرم وفي 2016 بيزيلاف سينكوف صحفي اعتقل لست سنوات بالسجن وهو واحد من ست ألاف موجودين في السجن الروسية ويبدو والروسية تدعي دوما أنها لا تنتهك القوانين والمبادئ الدولية إلا أن تقارير الأمين العام ومكتب المفاوضية العليا للحقوق الإنسان وأوسي وبهتاتهم وكذلك المدعي العام في المحكمة الدولية كلهم يشهدون بالنقيد وبالتالي لا بد أن تسمح روسيا إن لم تكن تقوم بكل هذه الأعمال لا بد أن تسمح بدخول البعثات الرقابة الدولية وأن تصل إلى المناطق المحتلة وهذه مسألة مهمة أوكرانيا تواصل طلبها من الجانب الروسي الوفاء بهذه الالتزامات على الجانب الذي تحتله من هذه الأراض إن العالم كله يشهد اليوم أن الروسيا تهدد وتبتز المجتمع الدولي من أجل إغلاق ملف القرم في الواقع هذه واحدة من النقاط على القائمة الطويلة من المطالب الأمنية أوكرانيا تواصل جهودها لتحقيق استقلال القرم من خلال وسائل السلمية وبالتالي نحن ممتنين لكل الدول التي تساعد في منصة القرم وإن مشاركتكم الحديثة في هذه المنصة هي أساس قوي لنجاحنا المستقبلي نحن مستعدين لفتح الأبواب أمام أعضاء جدد وأدعوكم للانضمام لمنصة القرم بما أنتم كدول وكمنظمات وأيضا نتوقع من الأمم المتحدة أن تجد سبيلا لتنسيق تعاونها مع هذه البهتة بمجب مهمتها في تعزيز حقوق الإنسان ومثاق الأمم المتحدة سيدتي وسادتي إن أوكرانيا ساهمت بشكل كبير للأمن العالمي ففي عام 1994 تخلت أوكرانيا عن الترسانة النووية وتخلينا عنها ولا نريد العودة إلى السلاح النووي بل نتوقع اليوم من العالم بشكل متبادل أن يضمنوا لنا أمننا بحسم وعزم للوقوف أمام هذا التهديد لهذا السبب أوكرانيا طلبت مشاورات بذل مذكرة بودابست أوكرانيا تريد أمنها والرئيس وضع صياغة جديدة للمفاوضات من أجل تسوية الأزمة الأمنية التي تسبب بها روسيا خمسة من عضاء الدائمين لمجلس الآمن مع أوكرانيا وألمانيا وتركيا هذه الصيغة التي نحاول أن نؤكدها وأنا أعيد التأكيد أن أوكرانيا اقترحت قبل سنوات أن تنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا وحتى الآن فإن مجلس الأمن في الأمم المتحدة أخفق في اتخاذ القرارات السليمة وأوكرانيا تقترح عقوبات ستارج مع فتح القنوات لإقناع روسيا أن تقبل الحلول الدبلوماسية ونحط الأطراف كلها لمساعدة أوكرانيا أي إجراءات تتخذ نقدرها نحن ممتنين لكل الأعمال التي قامت بها كثير من الأطراف بمن فيها أنتم ونتوقع من المجتمع الدولي أن يبدل قصار جهدي لإخماد هذه النار في وسط أوروبا التي هي على وشك أن تندلع أن الأزمة الأمنية يجب أن تنتهي بعودة روسيا إلى الدبلوماسية ندعو جميع الدول والمنظمات الدولية بأن لا تعترف بأي تغيير للوضع الراهن في أي منطقة في مناطق دونالسك والوجينس في أوكرانيا والوقوف عن أي أعمال يمكن أن تفسر على أنها اعتراف على هذه المناطق إن غياب الإجراءات المناسبة أو المواقف الحيادية ستواصل بتأجيج المعاناة وأنا آسف بأن أقول أنها لن تقف عند حدود أوكرانيا وأراضيها بل على النقيد الدبلوماسية الفاعلة والمفاوضات تعزز الوضع الاقتصادي وتقنع روسيا أن توقف خطواتها أي تحرك قوي وسريع من الأمم المتحدة سيعيد تأكيد الدور الحاسم للأمم المتحدة لا بد لروسيا أن تسحب قواتها من أرض الأوكرانية ذات السيادة وأن تتوقف عن تهديد الوضع الأمني نحن الأوكرانيين نريد سلاما ونريد أن نحل كل قضيان عبر الدبلوماسية نحن مستعدين لكل سيناريو هذه المحتملة ومستعدين لحماية شعبنا وأرضنا وأوكرانيا لن تتراجع في مساهمة أو ممارسة حقها الأساسي كما هو في المدى 51 من ميثاق الأمم المتحدة أن تدافع نفسها في وجه هجمات الاتحاد الروسي هذه الأيام آخر بسيس أمل بأن روسيا يجب وقفها وأن تحترم الأمم المتحدة وأن نبين استعدادنا وجاهزيتنا لوقف الاعتداء الروسي لغض النظر عن العلاقات الموجودة بينكم إلا أنها تبقى في نهاية الأمر مسألة تعود لواجبكم الأساسي وهو دفاع الميثاق ميثاق الأمم المتحدة أشكركم مهمة لوزير الخارجية الأوكراني رغم الشبه الكبير الحقيقة بينه وبين رئيس الجمهورية الأوكراني زيل نسكي وزير الخارجية الأوكراني يتحدث في نقطة الشديدة الأممية إن لم يتدخل العالم وخصوصا الغرب لمنع اجتياح أو حرب شاملة على أوكرانيا سيكون النظام العالمي الجديد مهدد ومفلس ويكون نحن أمام نظام العالمي جديد يتأسس أو يعيدنا إلى أزمة القرن العشرين هو يتحدث عن حرب العالمية الأولى والثانية بشكل أو بآخر يشير إلى أن هناك أماكن في أوكرانيا محتلة تحديدا في لوجانيكسك ودونستك في هذه النقاط يقول 150 ألف جندي روسي على حدودنا يعني الجلسة مستمرة في هذا التوقيت وهناك دعوة لحشد ومنع الروس من الاجتياح الكامل والدبلوماسية مفتوحة بشكل كامل نترك هذه الجلسة وسنعود إليها مرة أخرى إذا كان هناك جديد في من يتحدث في هذه الجلسة العامة للأمم المتحدة أعود إلى سياق نشرتنا وإلى ما قاله رئيس الوزراء البريطاني بوريس تونسون أن بلاده ستقدم مزيدا من الدعم العسكري لأوكرانيا بما يشمل منحها أسلحة دفاعية فتاكة ودع جونسون إلى ضرورة استمرار الضغط الاقتصادي على روسيا بشكل منصق مع الحلفاء حول العالم للتضييق بعد قرار الاعتراف بانفصال المناطق في شرق أوكرانيا كما قال بشكل مع أمونا وإلى ما أعطي وزير الخارجية الفرنسي جون إيف نودريان فكشف أنه سيتم فرض عقوبات على روسيا في حال مست أمن وسلامة الأراضي الأوكرانية مشيرا في نفس الوقت إلى أن الخيار الدبلوماسي سيبقى مفتوحا لتجنب سيناريو الحرب بخصوص الوضع في روسيا وأوكرانيا تم التعبير عن انشغالاتنا وأيضا تم توضيح بعض المبادئ التي أعتقد أنها جمعتنا اليوم بداية بمبدأ الحزم لأن الرئيس بوتين بتصرفاته انتهك القانون الدولي وفي خطابه بطريقة مباشرة مسى بسيادة وأمن أوكرانيا كدولة المستقلة الرئيس بوتين لم يلتزم بالاتفاقيات المتعلقة بحفظ السلام في أوروبا ولم يلتزم أيضا باتفاقيات مينسك من خلال مبدأ الحزم ومبدأ الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي تم الاتفاق على فرض حزمة من العقوبات المستعجلة على روسيا ولكن نترك المجال أيضا لخيار الحوار كمبدأ رابع لأننا متأكدون من أن الدبلوماسية يمكن أن تمنع سيناريو الحرب بدأت السفارة الروسية في كييف إجلاء موظفيها الدبلوماسيين بعد يوم من منح نواب في موسكو للرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوة في الخارج وقالت روسيا أن العملية تأتي حفاظا على سلامة الدبلوماسيين بعد وصول معلومات تشير إلى أنهم مستهدفون كما أفادت رويترز أن الموظفين في السفارة أنزلوا العالم الروسي من مبنى السفارة قال مسؤولون وخبراء أنه سيكون أمام القوات الروسية المحتشدة قرب الحدود الأوكرانية بضعة أيام فقط للتحرك وإلا سيتعين عليهم الانسحاب بسبب الظروف التي تعيشها هذه القوات ترجمة نانسي قنقر 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 في فين بشأن أحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية وصلت إلى مرحلة دقيقة داعيا الدول الغربية لاتباع نهج واقعي لتسوية الأمور المتبقية الوزير الإيراني أضاف أنه أكد لمسؤول في السياسة الخارجية في التحاد الأوروبي جوزيف بوريل في ميونيخ أعكد أن إيران لن تتجاوز أبدا خطوطها الحمراء دون أن يوضح ذلك أو يعطي مزيدا من التفاصيل نعود مرة أخرى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المرة المتحدث من ألمانيا سنؤكد لكم إن كان ألمانيا المتحدث ومساءلة بحقها في الوجود ما هذا يعني هذا للهدف المشترك لتعزيز السلام والتنمية إن حاولت المزيد من الدول أن تعود إلى التاريخ بهذا الشكل ماذا يعني لترق المتعدد الأطراف في النظام إن كان هناك أطراف تثبت أنها تستطيع أن تهيمن على دول أخرى وتسيطر عليها ما زال ليس لدينا إجابات لهذه الأسئلة ما هو واضح حتى الآن هو أن محاولة احتلال روسيا لهذه المناطق هو عبارة عن ضرب قادية لنظام العالمي إن روسيا تنتهي كل مبادئ الرئيسية للمثاق الأمم المتحدة نحن بحاجة لأن نرفض ونوقف مثل هذه الخطوات وإن لم نفعل فإن ما يحدث في أوكرانيا اليوم يمكن أن يحدث في دولة من الدول الأعضاء غدا الجميع يجب أن يدرك ذلك لذلك فإنني أدعوكم جميعا أن تسجلوا ما قاله الأمين العام أن مبادئ المتاق هي أساسية والدول الأعضاء قبلتها كلها وبالتالي لابد من تطبيقها كلها سيداتي والسادتي لا يمكن أن نضيف أي شيء لهذه الكلمات الواضحة روسيا وأعمالها الاستفزازية تأتي في وقت حشت عسكرية على الحدود الأوكرانية وقد شاهدنا انتهاك لحقوق الإنسان وشاهدنا عمليات من أجل إيجاد المبرر للعمل العسكري والآن تهدد أرواح البشر فبالتالي هو الوقت لنزع فتيل التوتر ولكن روسيا اختارت أن تنتهك سيادة أوكرانيا بعد ثمان سنوات من مصادرتها وضمها للقرم إن هذه الانتهاكات لمثاق الأمم المتحدة يجب وقفها سيداتي وسادتي سيد الرئيس أشيد بضبط النفس الذي تمارزه أوكرانيا والتزام الرئيس سلينسكي بالطرق الدبلوماسية ومنذ 2014 التزامت فرنسا وألمانيا لحل نزاع في شرقي أوكرانيا عبر اتفاق المنسك لكن على مدى الأسبوع الأخيرة كانت هناك محاولات للتواصل الدبلوماسي مع روسيا ونحن نراغبين بأن نجد طريقة إلى الأمام وتعزيز الأمن والسلام في أوروبا وبالتالي لدينا إطار لذلك ومجلس التعاون الاقتصادي بمجالات عدة لا بد أن نعتمد عليها اتفاقية منسك وأن نحترم البناء التحتية واحترام حقوق الإنسان هذه الأعمال كلها يجب أن توقف ونشيد بدور الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي وفرنسا وأوكرانيا وبلدي مستعدين لالتقاء آخر في إطار النورماندي والمهمة البعثة الخاصة للأوي سيدي هي مهمة ولكن لنبقى على الأرض وبالتالي لابد من السماح لفريق الأوي سيدي بأن يدخل لأوكرانيا ويقوم بعمله هذه الجهود تتم بالديبلماسية ولهذا السبب على روسيا أن تغير خطواتها وأدعو روسيا لوقف التوتر الآن أو توقف التصعيد الآن وأن توقف ضمها للأراضي وخاصة في القرم والحدود الأوكرانية ثانيا على روسيا أن توقف أي أعمال تهدد بعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا كما أدعو روسيا بأن تسحب اعترافها بشخصيات وهيئات انفصالية لحماية أمن وسلامة الدول الأعضاء علينا أن نلتزم بهذه المبادئ ضمن مثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا وفي غير أوكرانيا فنحن لن نأل جهدا في إيجاد الطريق الديبلماسي إلى الأمام وندعم أوكرانيا واحتراما لمثاق الأمم المشترك المثاق للأمم المتحدة وندعو لهدف المشترك وهو إقامة سلام دائم واستقرار وندعو الجميع بأن يقوموا بجهودهم من أجل هذه الغاية الآن هو الوقت لأن نتحدث بصوت عالي وأن نقف ضد أي اعتداءات من جانب واحد وأن يكون موقفنا حاسم شكرا أشكر وزير الدولة من مكتب الخارجية الألمانية ملك الكلمة لألمانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة يمكن أن نصيغ من خلالها موقف أوروبي كما كانت كلمة وزير الخارجية الأوكراني يمكن أن نصيغ من خلالها موقف أوكراني وطلبات واضحة من أوكرانيا هناك كلمة يتم تجهيزها أيضا لإلقائها في هذه الجلسة للجمعية العامة هذا ممثل الاتحاد الأوروبي نستمع إليه في كلماته المتحدة سيد الرئيس سأتحدث بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي وأدول الأعضاء مقدونيا مونتنيغرو بوسنويل هيرزيك إسلاندا نورويج ومونكو أيضا انضموا إلى هذا البيان سيد الرئيس أن الاتحاد الأوروبي يلتزم لاستقلال أوكرانيا على حدودها المعترف بها دوليا وندد بقرار بوتين في الاعتراف بالمناطق على أنها هيئات مستقلة وإرسال قوات روسية إلى تلك المناطق فإن كان هناك أي غموط فإلا أن الأمين العام للأمم المتحدة قال أن قرار روسيا فيه انتهاك لسيادة أوكرانيا ولا يتسجم مع مثاق الأمم المتحدة إنه يقود سيادة أوكرانيا وينتهك القوانين الدولية بما فيها القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة ومذكرة بودابس بهذا القرار فإن روسيا تنتهك اتفاقيات المنسك وبالتالي هذا الاعتداء المتواصل على أوكرانيا بما في ذلك الحجد غير المسبوق للقوات في البحر الأسود وفي منطقة شرقي أوروبا يدعو إلى وقف التصعيد الروسي والعودة لاحترام الأليات والأدوات الدولية إننا نرد بإجراءات حاسمة بما فيها علاقات عدم إقامة علاقات بتلك المناطق التي وضعت روسيا يدها عليها وأيضاً بالتنسيق مع شركائنا إن الأعمال الروسية على أوكرانيا ليست مسألة تخص أوكرانيا أو أوروبا بل لها تبعات وبالتالي فإن المثاق الآن موجه لأن يهتم بهذه الدولة وهذه القواعد يجب أن يحترمها الجميع وكل الأعضاء مسؤولين عن احترام متاق الأمم المتحدة والالتزامات التي قامت أو قدمتها روسيا يجب أن تحترمها وهذا يشمل سيادة الدول على أراضيها والامتناء عن التهديد باستخدام القوة وحرية الدول في اختيار ترتيباتها الأمنية هذه مبادئ غير خاضعة للنقاش أو أي تدخل فإن الانتهاك الروسي يهدد الاستقرار في أوروبا وفي العالم ما يحدث في أوكرانيا يؤثر على أمن كل دولة من دول الأعضاء في الأمم المتحدة لذلك ندعو روسيا بأن تحترم مبادئ الميثاق ووقف التوتر وأن تخضع لطريقة دبلوماسية التي قدمناه سيد الرئيس ندعو لروسيا بأن تشارك بسيغة نورماندي لتنفيذ اتفاقيات مينسك حسب ما أتى في القرار الأممي اثنين وعشرين سفر اثنين وبالتالي فإن الحدود مع القرم وأوكرانيا بشكل عام لا بد من أن يتم احترام الحدود الدولية هذا القدر من كلمة ممثل للتحاد الأوروبي في هذه الجلسة من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي خصصت بشكل كامل للأزمة الأوكرانية لكن يمكن المقارنة والربط بينما يقوله ممثل للتحاد الأوروبي وأيضا الذي تحدث نيابة عن ألمانيا في هذه النقطة بأنه التشديد على كلمة مثاق الأمم المتحدة الذي صيغى عام 1945 بعد حرب عالمية ثانية ويشدد على فكرة السيادة واحترام وعدم التدخل في الدول وبالتالي لا يقول بأنه إذا سمح لأرهوس بدخول الأوكرانية قد يتكرر هذا في دولة أخرى وبالتالي ذكر مرة أخرى اتفاق منسك الذي وقع في فبراير عام 2015 وضرورة الاتفاق ببلوده بشكل كامل انتهى هذا الجزء سنخرج إلى فاصل وأعود إليكم في نشرة يمني موسيقى 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 موسيقى